شايفيني القلقاس ولونه الأخضر الجميل ده احنا النهاردة هنعمله بطريقة صحية جدا جدا ما يتعبش المعدة خالص وهيبقى خفيف جدا على المعدة وهتلاقوا القلقاس لونه أبيض والخضرة والدمعة بتاعته لونها أخضر فاتح وجميلة جدا جدا ورحته وطعمه يجنن يلا بينا نشوف الطريقة الجميلة دي نعملها ازاي لازم تجربوها بحط معلقة سمنة وبشوح معاها قطع اللحمة الزغيرة اللي أنا مقطعها مربعات صغيرة لأنه بحب أعمل الخضار بقطع لحمة صغيرة وبحطش قطعة كبيرة بيبقى طعمها كده أحلى بعد ما تتشوح بحط أربع فصوص طوم مهروسين أنا كنت حطاهم في الفريزر فهم مع النارح في ثواني هيفكوا مع اللحمة وتبتيت تطلع الروايح الجميلة بقى اللحمة محمرة مع التوم هنحط بعد كده مكعب مرأة ومية ونسيبها تغلي نحط الأول الملح والفلفل برضو بعد ما نحط المية عشان لما تغلي اللحمة تاخد طعم الملح والفلفل مع الشربة نغطش عليها لحد ما تغلي أول ما اللحمة تستوي والشربة تغلي بحط الألقاس اللي أنا مجاهزة ومقطعه من الضفاء وما بيخدش أصلا عشر دقيق على النار بيستوي بسرعة جداً أول ما يستوي الألقاس أطفي النار وبتجي أحط الكزبرة والسلق اللي أنا فرماهم في الخلاط زي ما هم كده بالزبط بحيس ما يبقاش فيهم تكتلات خالص بيخلي الألقاس لونه حلوة جداً طعم المادة الخضرة اللي في الألقاس بتبقى لذيذة جداً جداً وصح جداً أحسن من إنكم تحرقوا الكزبرة والسلق على النار ويتحمروا بيبقى لونهم غامق وبيغمقوا الألقاس وبيبقى تقيل قوي على المعدة الطريقة دي صحية ولذيذة جداً جداً ولون الخضار ضحفة ألفة هنعرف